لئن كنت في الدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافري إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الكرام عنوان العبد الفائز ما هو في هذه الدنيا كيف يعرف الإنسان هل هو من الفائزين أم من الخاسرين ونسأل الله عز وجل أن نكون من الفائزين أولا كل إنسان له مقياس للفوز في هذه الحياة الدنيا كل إنسان يرى الفوز بنظر مختلفة فمن الناس من يرى الفوز أنه إذا حصل على وظيفة مرموقة وتزوج وأصبح عنده مال ومسكن عنده هذا والفوز وكذلك بعض الناس عنده الفوز هو أن يصبح رئيسا أو وزيرا إلى آخره لكن ما هو الفوز الحقيقي الذي يسمى فوز يقول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ويقول في آية أخرى وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم وإذا وصف الله عز وجل شيء عظيم فأعلم بأنه من العظمة ما لا يصف هذا هو الفوز العظيم بمعنى الكريمة وكذلك العكس إذا دخل الإنسان إلى النار فتلك الخسارة الكبرى قل هل نبعكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا فما هو الفوز أيها الإخوة يقول العلماء رحمهم الله عنوان العبد الفائز ثلاثة أشياء إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أدنب استغفر إذا أنعم عليه شكر إذا أنعم عليه شكر أيها الإخوة الكرام النعم كثير من الناس يظن بأن أي شيء عنده نعم وهذا خطأ لأن بعض الأشياء عند الإنسان ليس نعمة بل هي نقمة لكن يحسبها نعمة فكيف نميز بين أن هذه نعمة أو نقمة انظر إذا قربتك من الله فتلك نعمة وإذا كان العكس فأي نقمة لكن في توب نعمة جاء الله عز وجل يقول عليه الكفار فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا فلا تعجبك أموالهم وأولادهم يعني الأولاد والإنسان إذا رأى الأولاد يقول لك هذه نعمة لكن الله عز وجل لم يذكر عن نعمة فهذا هو المقياس أي شيء عندك إذا قربك من الله إذا كان يساعدك في الوصول إلى رضا الله فذلك نعمة وإذا كان العكس فأعلم بأنه نقمة لكن في توب نعمة وهكذا أيها الأخوة عنوان العبد الفائز إذا أنعم عليه شكر شكر يعني شكر الله عز وجل والشكر ما هو الشكر الكثير يظن بأن إذا قال الحمد لله فقط شكر لا يا أخي هذه فقط واحدة الشكر يكون بثلاث أشياء أول شيء بالقلب واللسان والعمل بهذه الثلاث يكون الشكر بالقلب يقول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله بمعنى اعلموا أن ما بكم من نعمة ظاهرة كان أو باطنة فهي من الله وذلك يكون في القلب عكس ما قال قارون قال إنما أوتيته على علم من عندي يعني هذا المال وهذا الشيء الذي عندي هو بعلم من عندي وليس من الله فزحد وهكذا يظن البعض بأنه لو لم يدرس لو لم يعمل لو لم يشتغل ما وصل إلى ما وصل إليه فتلك أسباب فقط أيها الأخوة فكم من إنسان درس ولم يحصل على شيء وكم من إنسان يشتغل وتعب ولم يحصل على أي شيء وهكذا أيها الأخوة أول شيء القلب ثاني شيء اللسان وأما بنعمة ربك بحدث وثالث شيء العمل العمل أن توظف تلك النعمة فيما يرضي الله يقول الله عز وجل اعمل آل داود شكرا فسمى الله عز وجل العمل شكر أدي أول شيء إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا ابتلي صبر من يعيش في الدنيا أيها الأخوة لا بد أن يصاب بالآلام والأحزان والهموم والغموم والمصاعب والكوارث إلى آخره تصبر للهموم وكن شجاعا لكي تنان البر والمولى رحيم أتطمع أن تعيش بدون هم ودار الهم أنت فيها مقيم أتطمع أخي الكريم أختي الكريمة أن تعيش بدون هم ودار الهم أنت فيها مقيم يعني هذه الدنيا هي أصلا دار الهم ودار الغم ودار الابتلاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فنحن في الدنيا مبتلون فالإنسان يكون مستعد مستعد لابتلاء لكن هناك فرق أيها الإخوة بين ابتلاء المؤمن وابتلاء الكافر المؤمن عندما يبتل يكون الابتلاء له أما الكافر فيكون عليه يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء صراء يعني شيء يعني شيء يصر شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء شيء يعني يضر صبر فكان خير الله وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله كل شيء يصيبك أخي الكريم فهو لك يعني في صالحك سبحان الله العظيم وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن وإذا ابتل يصبر وإذا أدنب استغفر وإذا أدنب استغفر كل بني آدم خطاء وخير الخطاء نتواب فليس العيب في أن يذنب الإنسان ولكن العيب أن يصر الإنسان على الدنب وأن يستمر على الدنب هذا هو العيب فالله عز وجل لا يعاقب الإنسان على الدنب ولكن يعاقبه على الاستمرار في الدنب يقول عليه الصلاة والسلام من تاب تاب الله عليه وشروط التوبة أيها الأخوة ثلاث أشياء شروط التوبة أول شيء الإقلاع عن الدنب أن يبتعد الإنسان عن الدنب ثاني شيء الندم على الدنب ثالث شيء أن يعقد الإنسان النية أن لا يرجع إلى الدنب هذه ثلاث شروط للتوبة إلى هنا انتهى الموضوع أيها الأخوة أذكركم عنوان العبد الفائز ثلاث أشياء إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أدنب استغفر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته